اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد ان المسيرة التنموية الشاملة التي اختطتها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه منذ عقدين هي القاعدة لكل المنجزات التي تحققت للمملكة على كافة الاصعدة طوال هذه المسيرة المزهرة بالعطاء المتواصل منوها بان الرؤى والتطلعات الملكية السامية هي الطريق الموضي الذي نسير فيه لمواصلة النجاحات نحو تحقيق الاهداف التنموية المنشودة للمملكة مشددا على حرصه الدائم لتنفيذ الرؤى المطموحة لجلالة الملك المفدة حفظه الله ورعاه التي ينعكس اثرها على خير ونماء الوطن والمواطن جاء ذلك لدى لقاء سموه بحفظه الله بقصر الرفاع اليوم سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن احمد الخليفة رئيس مجلس امنا مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات الذي قدم لسموه كتاب عقدان مزهران المعدة من قبل المركز لتوثيق انجازات جلالة الملك المفدة حفظه الله ورعاه حيث اشاد بما وثقه الكتاب من منجزات عديدة في العهد الزاهل لجلالته في شتى المجالات والتي تعدى دافعا كبيرا للجميع نحو الاستمرار في البناء والعمل من اجل تحقيق التنمية المستدامة التي تأتي ترجمة للنهج الذي ارساه جلالته حفظه الله ورعاه من اجل ازدهار ونماء الانسان عبر الاستثمار في المواطن الذي هو محور النهضة والتنمية هذا واشاد سموه بالجهود التي يقوم بها مركز دراسات في جميع المجالات عبر اصداراته المختلفة وما يقوم به او قام به من جمع وتوثيق لمرحلة مهمة من التاريخ الوطني للمملكة من خلال كتاب عقدان مزهران وما سيضيفه هذا الكتاب للمكتب البحرينية عبر الاثراء المعرفي الذي سيقدمه عن تاريخ ممتد طوال عشرين عاما من العمل والعطاء والذي تكلل بمنجزات في جميع المحافل بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه من جانبه اعرب سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن حمد بن احمد الخليفة عن شكري وتقديره لصاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد على ما يوليه من اهتمام ودعم لمركز دراسات ليواصل مساعيه البحثية والعلمية لنشر اصداراته وتطوير علاقات المراكز الدولية بشكل فاعل وإيجابي ترجمة نانسي قنقر